السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الاول السنة اهلا بكم في حصة جديدة من منهج الكيمياء النسبة المعاوية وحساب الصيغة الكيميائية تعالوا مع بعض نعرف المقصود بكلمة النسبة المعاوية وازاي اقدر احسب صيغة كيميائية حسابية مش كتاب الصيغة مع بعض نشوف المقصود بكلمة نسبة مقاوية لما كنت بتجيب درجة وحشة في الامتحان او درجة حلوة في الامتحان وعايزين نعرف النسبة المقاوية كيف كنا بنعمل ايه بنجيب الدرجة بتاعتك على درجة الامتحان الكلية في مية طيب ده معنى ايه معنى ان النسبة المقاوية عبارة عن عدد الوحدات من الجزء بالنسبة لكل مية جزء يعني لما اقول عشرة في المية يبقى انت معيك عشرة بالنسبة للمية لما اقول تسعين في المية يبقى معاك تسعين وحدة بالنسبة للمية طيب اهمية النسبة المقاوية في الحسابات الكيميائية انها بتقدر تقول لك نسبة كل مكون من مكونات العين بمعنى اني انا لو عندي عينة فيها مادتين يبقى مجموع نسب المادتين دول مية في المية يعني لو افترضنا مثلا اي عينة فيها نيتروجين واكسجين لو النيتروجين بنسبة 35 يبقى الاكسجين بنسبة كام 65 بحيث ان يبقى مجموعهم مية في الايه مية في المية طيب ازاي نحسبها يبقى كتلة العنصر على كتلة العينة في مية يبقى القانون اللي قدر احسب بيه النسبة المقاوية الوزنية لأي عنصر كتلة العنصر في مول واحد على كتلة المول من المركب في مية طيب تعالوا نشوف مثال احسب كتلة الحديد الموجودة في طن ويه جايبين لك الطن عبارة عن كام الف كيلو جرام من خام الهيماطاي اللي هو رمزه او الصيغة الكيميائية ليه في اي تو اسري ويه بيقولك نسبة الحديد في الخام كام 58 في المية لو انا حاولت اشوف بقى ال 58 في المية دول معناهم ايه معناهم ان انت معيك 58 كيلو جرام من الحديد موجودين في 100 كيلو جرام اللي هي بنقول ايه عندك عدد وحدات من المية فانا لما اقول 58 في المية يبقى كل مية فيهم 58 واخمسين حديد طب هو عايز مش عايز اللي في 100 كيلو جرام هو عايز اللي في كام اللي في 1000 كيلو جرام يبقى كام كتلة الحديد اللي موجودة في 1000 هعمل مقص يبقى 58 في 1000 على 100 هتطلع كتلة الحديد 580 كيلو جرام ممكن احسب عدد مولات كل عنصر في المركب بمعلومية النسبة لايه؟ المقاوي لو جبت كتلة المادة اقدر احسب عدد المولات عن طريق ايه؟ اني انا بقول عدد المولات كتلة المادة على الكتلة المولات تعالوا نشوف مثال مع بعض بيقول لي احسب عدد مولات الكربون في مركب عضو يحتوي على كربون وهيدروجين فقط اذا علمت ان نسبة الكربون في هذا المركب هي 85 و71% والكتلة المولية للمركب 28 جرام بديك نسبة العنصر وكتلة المركب يبقى لو انا جيت بقى عوضت على طول في القانون اني كتلة الكربون بتساوي نسبة الكربون في الكتلة المولية على 1000 يبقى نسبة الكربون اللي هي 85 و71 من 100 في الكتلة المولية 28 على 100 هتطلع كتلة الكربون كام؟ 84 و80 طب هو عايز عدد مولات اتفقنا اني انا عندي قانون بتاع عدد المولات كتلة مادة على كتلة مولية بقسم كتلة المادة اللي انت طلعتها الـ 24 على الكتلة المولية للكربون اللي هو بتدهيلك في المعادلة 12 في السؤال هيبقى معاك كام مول 2 مول يبقى انا قدرت عن طريق النسبة المقاوية احسب عدد مين؟ المولية طيب معايا بقى كده هندخل على حاجة جديدة انا متعودة اكتب صيغة كبقية يعني ايه متعودين نكتب صيغة كبقية؟ يعني لما اجا اقول لك اكتب صيغة اكسيد المغنيس هنقول مجي زائد مين؟ او وتبدل التكافؤات يبقى مجي او طب لو اجي تقولت لك اكتب لي الصيغة الكيميائية لكلوريد الحديد 3 هتقول لي fe cl3 انت هنا بتكتب في بقى طريقة حسابية لو هو مديك ارقام او قيم ازاي احول الارقام او القيم دي لصيغة؟ عندي نوعين من الصيغة مقررة عليك السنادي اللي هي مين؟ الصيغة الاولية والصيغة الايه؟ الجزائية ايه المقصود بكلمة صيغة اولية؟ اللي هي صيغة كيميائية تعبر عن ابسط نسبة صحيحة بين العناصر المكونة المين؟ للمركب الصيغة الاولية هي صيغة كيميائية تعبر عن ابسط نسبة صحيحة بين العناصر المكونة للمركب بمعنى انا لما اقول المية H2O معناها ايه؟ معناها ان نسبة الهيدروجين الى الاكسوجين 2 الى 1 طيب لما اقول غاز الميثان CH4 يبقى نسبة الكربون للهيدروجين 1 الى 4 طيب لما اجا اقول بقى غاز الاسيتيليل C2 H2 يبقى نسبة الكربون للهيدروجين 2 الى 2 بس دي مش اولية ليه؟ لانها مش ابسط نسبة 2 الى 2 يعني ينفع عقسة مع الاثنين تبقى 1 الى ايه؟ الى 1 يبقى في الحالة دي الاسيتيليل اللي هو C2 H2 دي صيغة جزيئية لكن الاولية بتاعتها تبقى ايه؟ C H ذرة كربون واحدة الى ذرة الهيدروجين طيب معنى كده اني انا الصيغة الاولية ابسط نسبة لكن الصيغة الجزيئية صيغة كيميائية لجزيء العنصر او المركب تعبر عن ايه؟ نوع وعدد ذرات او الايونات الفعلية اللي بتكون منها من الجزيئة طيب تعالوا نشوف الكلام ده انا ممكن استنتج صيغة اولية وصيغة جزيئية عن طريق حساب النسبة المقاوية اللي احنا اشتغلنا عليها من ايه؟ من شوية نشوف مثال عشان نفهم ازاي نحسب صيغة اولية او صيغة جزيئية المثال بيقول لي اوجد الصيغة الاولية للغاز الذي يحتوي عينة منه على اتنين واربعة وثلاثين من مية جرام من النيتروجين وخمسة واربعة وثلاثين من مية جرام من الاكسوجين ومديني الكتل الملي انا بحب حل المثال ده في جدوة بس هنحله خطوات بدل ما نحسب النيتروجين لوحده ونحسب عدد مولاته والاكسوجين لوحده ونحسب عدد مولاته تعالوا نشوف بنعمل الجدول ازاي اول خانة في الجدول بشوف العناصر اللي هو مديني هو مديني مين؟ نايتروجين واكسوجين اول خانة كتلة العنصر في المركم ودي الكتل اللي هو بيبقوا مدهلك في السؤال الاكسوجين كام؟ خمسة واربعة وتلاتين من مية طب النيتروجين 2 و 34 من 100 طيب بعد كده بجيب الكتلة المولية يبقى الكتلة المولية للأكسوجين 16 والمولية للنيتروجين 14 هحسب عدد مولات العنصر هحسبها ازاي كتلة العنصر على الكتلة المولية ليه يعني 5 و 34 على 16 هتطلع كام 3337 من 1000 دي مين عدد مولات الأكسوجين طيب النيتروجين هحسب عدد مولاتها هقسم كتلة المدى على الكتلة المولية يعني 2 و 34 من 100 على 14 هتطلع كام عدد المولات 1671 طيب بعد كده اقارن ما بين الكتلتين دول مين الصغير فيهم 1671 ولا 3347 من 1000 هلاقي ده الصغير هقسم عليه يبقى النسبة بتاعتك هتبقى ده على نفسه بكام بواحد طيب 3337 من 1000 على 1671 هتطلع كام 2 يبقى نسبة عدد المولات ده معك في المركب ال N بواحد وال O بثنين طيب يعني معنى كده يا ميسي هكتب ايه هنكتب زرة N واحدة وهكتب كام زرة اكسوجين 2 يبقى الصيغة بتاعتك بيت ايه N O 2 حسب نسبة عدد مولات كل واحد فيه يبقى معنى كده انا طلعت الصيغة الاولية من كتل المواد اللي هو الدهالك فين في المثال طيب تعال نشوف مثالتين اوجد الصيغة الاولية والجزائية لمركب هيدرو كربوني يعني ايه هيدرو كربوني يعني فيه كربون وهيدروجين اذا علمت ان الكتلة المولية 42 وان نسبة الكربون 85 و 72 من 100 ونسبة الهايدروجين 14 و 28 من 100 هنشوف مع بعض حل المسألة هنشوف هنا الاول هحسب الصيغة الاولية يبقى لازم اعمل جدول زي اللي كنا عاملين قبل كده هنيجي نعمل الجدول العناصر بتاعتك كربون وهيدروجين نسبة الكربون 85 و 72 من 100 الهايدروجين 14 و 28 طيب الكتلة الزرية برضه هو بيبقى مدهلك الهايدروجين 1 والكربون 12 عدد المولية بقسم كتلة مادة على كتلة مولية 14 و 28 من 100 على 1 هيطلع الناتق 14 و 28 من 100 هجيب عدد مولية الكربون بنفس الطريقة كتلة مادة اللي 85 و 72 على 12 هيطلع معاك الناتق كام 7 و 14 من 100 فاضل مين معاك احسب النسبة بتاعت عدد المولية هقارن ما بين الرقمية اللي تلعولك هنا 7 و 14 من 100 وهنا 14 و 28 مين الصغير فيهم السبعة و 14 من 100 بقسم عليها الرقمين فسبعة و 14 من 100 على سبعة و 14 من 100 النتق جدعك كام واحد طيب 14 و 28 من 100 على سبعة و 14 من 100 هيبقى فيها كام اتنين يبقى نسبة العناصر عندك واحد كربون و اتنين هيدروجين يبقى طلعت كام CH2 كده احنا جيبنا مين الصغير الايه الاولية عايزين نجيب بقى مين الصغير الجزائي اول حاجة هجيبها هجيب ايه كتلة الصغير الاولية اللي هي مين CH2 هجيبها كأن يبقى كتلة مول الكربون كام 12 زائد عندك الهيدروجين اتنين في كام في واحد هيطلع معاك كام 14 طيب بعد كده هجيب مين حاجة اسمها عدد الوحدات يعني ايه عدد الوحدات يا طرق الوحدة بتاعتي ليا CH2 هتتكرر كم مرة هو هنا في السؤال جايب لك ايه ان الكتلة المولية 42 يبقى هقول 42 على 14 اتكررك كم مرة 3 مرات يبقى الصيغة الجزائية هتساوي 3 مرات C H2 يعني C هتبقى كام 3 وال H 2 في 3 بكام ب6 ويبقى الصيغة الجزائية بتاعتك C3 H6 يبقى احنا بعد ما بتجيب الصيغة الاولية احسب كتلتها عشان اشوفها اتكررت كام مرة اجي اقسم الكتلة المولية بتاعتي على 14 اللي هي كتلة الصيغة الاولية هيطلع لك عدد الوحدات يعني ايه عدد الوحدات يعني الصيغة الاولية دي اتكررت كام مرة في الصيغة الجزائية بعد كده ابتدي اشوف الصيغة الجزائية بتساوي ايه هتطلع 3 في CH2 يبقى C3 H6 ودي كده الصيغة الجزائية يبقى احنا حسبنا الاول الصيغة الاولية وبعد كده حسبنا الصيغة الجزائية طيب مع بعض نشوف مثال تاني اوجد الصيغة الجزائية لمركب صيغة الاولية N2 والكتلة المولية ليه 92 لو انت ركزت شوية في المثال ده هو جايب لك نص المثال التاني اللي فات يعني هو جايب لك صيغة اولية مش هيخليك تحسبها وبعد كده يقول لك هتصيغة ايه جزائية يبقى اول خطوة عملها هحسب ايه كتلة الصيغة الاولية اللي هي N2 يبقى 14 زائد 2 في 16 تطلع كام 46 طيب عدد الوحدات الكتلة المولية للمركب على كتلة الصيغة الاولية يعني 92 هو مدهلنا ايه في السؤال على 46 اللي انت طلعتها هتطلع معك كامرة اثنين ده معناها ايه معناها ان الصيغة الاولية اتكررت مرتين يبقى ال N O 2 هضربها في اثنين يبقى المركب بتاعك بقى اسمه ايه N 2 O 4 ويبقى دي كده الصيغة الايه الجزائية يعني في اسئلة ممكن يجيبها لك صيغة اولية بس وسؤال يجيب لك صيغة ايه جزائية بس سؤال تاني يكلب فيه الاولية والايه والجزائية يبقى انا لازم ابقى شايف وصاحي هو عايز الاولية بس ولا عايز الجزائية بس ولا عايز اللي اتنين طيب لو ادك صيغة جزائية يعني لو جي قالك المركب صيغة الجزائية N 2 O 4 اعرف اجيبي الاولية منه اه بسيطة قوي هنا الرقمين دول يقبلوا الاسم على كام اتنين يبقى لو اسمت على اتنين هيبقى N O 2 ويبقى N O 2 هي دي الصيغة الايه الاولية يعني معنى كده لو انت معاك الصيغة الاولية تعرف تجيب الصيغة الجزائية ولو معاك الصيغة الجزائية نعرف نجيب الصيغة الايه الاولية كده اتعلمنا ازاي نحسب نسبة مقوية ازاي نحسب صيغة اولية او صيغة جزائية لو هو مديك صيغة اولية تعرف تجيب صيغة جزائية ولو مديك صيغة جزائية تعرف تجيب صيغة اولية حسابيا مش انك تحفظ الرموز وتبدل التكافئة بناءا على كميات المواد اللي هو ايه بيده كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة الجاية